المؤتمر الصحفي ما بين الرئيس الجمهورية رئيس عفتاح سيسي ورئيس وزراء إيطاليا اللي حضرتك وتابعته دلوقتي ان شاء الله رحلتكم موفقة رئيس رايح فرنسا بعد كده واضح طبعا مسألة الاستثمار ومسألة قوانين الاستثمار بتشغل جدا الصحافة الإيطالية فيما يتعلق بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها التعقدية لان احنا كان عندنا مشاكل كتير مع شركات اجنبية الرئيس اكد على التزام الحكومة التزام دولة وحكومة على ده ليبيا باختصار احنا حريصين على وحدة ليبيا وكمان حريصين انها متتحولش الى بقرة للارهاب اذا لا قدر الله تعرضت الى تقسيم على يد الجماعات الارهابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الرئيس يفسر هنا ان الارهاب هو لعدم وجود امل ووجود احباط لدى الشعب الفلسطيني فيما يعني اشارة واضحة واكيدة ويقينية بان الدولة الفلسطينية هي التي تشكل امل وهي التي تؤدي الى ناجاة هذه المنطقة من الارهاب فيما يتعلق بمبادرة العهل السعودي خدم الحربين شرفين ملك عبدالله بخصوص قطر قال الكورة مش في ملعب مصر احنا استجابنا بسرعة تقديرا لخدم الحربين الشريفين يعني مش تقديرا لحد تاني ومصر منضبطة في تصرحتها من الاول والكورة في ملعب الاخرين وطبعا قانون استثمار موحد والعمل على تحسين مناخ الاستثمار واضح انه الاجواء ايجابية ومهمة في ايطاليا وطبعا المصريين كالعادة زي ما عملوا في نيورك عملوا في شوارع روما بمظاهرات ومسيرات وغنى وتسلم الايادي ان شاء الله الرئيسي رجع بسلامة بعد رحلة ايضا الى فرنسا في جولة اوروبية تكون مثمرة باذن الله انا اخر حاجة قبل ما اروح على الفقرة الرئيسية بوعدكم ان موضوع نواب الحزب الوطني ده اللي انه متأكد بالشكل ده لو المعادلة بتاعت دي مشت برلمان اللي جاي ان شاء الله كده هيكون في ايدين نفسه نواب برلمان 2010 مبروك مبروك عليكم هكمل فيها ان شاء الله الفترة اللي جاية بس انا عندي حاجة رائعة وطيبة وجميلة هاختم بها فقرة الاخبار قبل ما اروحها لفقرة الرئيسية انتو عارفين المجموعة بتوعها سكان قلعة الكبش اللي بيوتهم وقعت وعرضنا المرة اللي فاتت ودخل رئيس الوزراء يعني بشرنا بانه هو لقالهم شؤة ووزير الاسكان قال انه هما يعني خلاص هيسكنوا الحقيقة في جهد مهم جدا ورائع جدا يعني دعواتي يعني ربنا يستجابها ان احنا نقدم ما ينفعوا الناس ويمكثوا في الارض الناس دي استلمت الشؤة بتاعتها واحنا روحنا وسجلنا معاهم هما بيستلموا الشؤة هفرحكم شوية بالتقرير اللي جاي وتشوفوا الناس الحمد لله هي بتستلم الشؤة يعني حاجة عظيمة وبعدين نخش على الفقرة الاساسية بتاعتنا